كشف عن تنسيق الحوثيين مع القاعدة في اليمن والصومال ننشر لكم أبرز ما جاء في تقرير الخبراء بشأن اليمن قال التقرير الأخير لفريق الخبراء إن النزاع في اليمن الذي بدأ كصراع داخلي قبل عقد من الزمن تحول مؤخرا إلى أزمة دولية شاملة حيث تصاعدت وطيرة العنف بعد حرب غزة مما أثر السلبا على جهود السلام اليمنية والآن إلى موجة التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن الذي أنشئ بقرار مجلس الأمن 2014 أكد أن الحوثيين استفادوا من الأوضاع الإقليمية الحالية معززين تعاونهم مع إيران وحزب الله فيما يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن وأشار إلى تلقيهم الدعم العسكري والمالي من إيران وميليشيا عراقية لتعزيز قدراتهم القتالية ووصفها بالعمليات غير مسبوقة من حيث حجمها وطبيعتها ونطاقها وأضاف أن تعاون الميليشيا مع الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة أثار القلق حيث اتفقت طرفان على وضع النزاع الداخلي وتنسيق الهجمات ضد حكومة اليمن وأوضح أنه تم إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلا حوثيا بهدف لتنسيق الأعمال الأعمال يهدف لتنسيق الأعمال العسكرية المشتركة التي يقوم بها محور المقاومة وحسب التقرير الأممي فقد تزايدت أنشطة التهريب بين الحوثيين وحركة الشباب المجاهدين في الصمال مما يشير إلى وجود شبكة إمداد عسكرية مشتركة ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عمليات نقل متزايدة للأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من مصادر خارجية والتي أستعرضها الحوثيون خلال عرض عسكري في سبتمبر من عام 2023 وقلل تقرير الخبراء من تأثير فرض العقوبات والعمليات العسكرية على الحوثيين وقال إنه سيكون للجزاءات المفروضة على الحوثيين تأثير محدود ما لم تتخذ الإجراءات المناسبة ضد جميع منتهكين نظام الجزاءات ونوه إلى أن الحوثيين يعتمدون على وسائل غير قانونية لتوليد موارد مالية لدعم أنشطتهم العسكرية بما في ذلك استغلال قطاع الاتصالات وتهريب النفط وذكر التقرير أن التوترة الاقتصادية بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي تهدد الاستقرار السياسي مما يعكس العلاقة المعقدة بين الاقتصاد والصرع وأضاف تواصلت انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان مع تقارير عن هجمات عشوائية ضد المدنيين واحتجاز العاملين في مجال المساعدات الإنسانية ووفق تقرير الخبراء فإن التجنيد القصري للأطفال والتمييز في النظام التعليمي يعكس الأبعاد الإنسانية المتدهورة للنزاع لافتا إلى أن توقيع أي اتفاق سلام يعتمد على الاستقرار الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر وشدد التقارير على أن الوضع في اليمن يتطلب معالجات شاملة للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية مؤكدا أن التعقيدات المستمرة في الصراع تهدد السلام والأمن في المنطقة مما يستدعي استجابة دولية عاجلة وفعالة وفي سلسلة تقارير مركزة سنستعرض لكم أهم ما تضمنه التقرير الصادر حديثا فقد شكلت حرب غزة نقطة تحول في الديناميكيات الإقليمية وأدى ما نجم عنها لاحقا من آثار غير مباشرة إلى وقف عملية السلام اليمنية ولا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عندما يكون الوضع الإقليمي مواتيا ويتوقف الحوثيون عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر واستغل الحوثيون الوضع الإقليمي وعززه تعاونهم مع محور المقاومة في انتهاك لنظام الجزاءات المفروضة عملا بقرار مجلس الأمن 2014-2140 وتشير المعلومات التي جمعها الفريق إلى أنهم يتلقون المساعدات التقنية والتدريبات والأسلحة والدعم المالي من جمهورية إيران الإسلامية والجماعة المسلحة العراقية وحزب الله وبالإضافة إلى ذلك أنشئت مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلا حوثيا بهدف تنسيق الأعمال العسكرية المشتركة التي يقوم بها محور المقاومة وعلاوة على ذلك فإن التعاون المتزايد بين الحوثيين والجماعة الإرهابية مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أمر مثير للقلق وقد اتفق الحوثيون والجماعة الإرهابية على وقف النزاع الداخلي وعلى نقل الأسلحة والتنسيق بشأن الهجمات ضد قوات حكومة اليمن وبالإضافة إلى ذلك لوحظت زيادة في أنشطة التهريب بما في ذلك تهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بين الحوثيين وحركة الشباب مع وجود مؤشرات على وجود إمدادات عسكرية مشتركة أو مورد مشترك وسيكون للجزاءات المفروضة على الحوثيين تأثير محدود ما لم تتخذ تتخذ الإجراءات المناسبة ضد جميع منتهكين نظام الجزاءات وإن عمليات نقل الاعتداء والتكنولوجيا العسكرية المتنوعة المقدمة للحوثيين من مصادر خارجية بما في ذلك الدعم المالي المقدم لهم وتدريب مقاتليهم هي عمليات غير مسبوقة من حيث حجمها وطبيعتها ونطاقها وخلال العرض العسكري الذي أقيم في صنعاء في أيلول سبتمبر من عام 2023 استعرض الحوثيون العديد من القذائف التسيارية والقذائف الإنسيابية والصواريخ الموجهة المضادة للسفن وصواريخ أرض الجو والطائرات المسيرة والطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه وسفن الهجوم السريع والزوارق غير المأهولة ومنظومات المراقبة الكهربصرية والألغام البرية والبحرية ولا يمتلك الحوثيون القدرة على تطوير وإنتاج معظم المعدات المذكورة أعلى دون مساعدة خارجية ومنذ كانون الثاني يناير من عام 2023 اعترضت حكومة اليمن العديد من المواد العسكرية وذات الغرض المزدوغ وفي كانون الثاني يناير من عام 2024 اعترضت الولايات المتحدة سفينتين في المياه الدولية تحملان معدات فتاكة بما في ذلك مكونات قذائف ومركبة غاطسة غير مأهولة قيل أنها كانت في طريقها إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين واعتمد الحوثيون استراتيجية تصيد تدريجي من خلال استهداف السفن التجارية والبحرية في البحر الأحمر ووقعت عملية اختطاف سفينة غالاكسي لدر في 29 تشرين الثاني نوبمبر لعام 2023 ولا يزال أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 فردا والمنتمون إلى جنسيات مختلفة محتجزين حتى الآن وردا على ذلك تم تشكيل قوات تحالف بحرية دولية بهدف ردع الحوثيين وتأمين حرية الملاحة غير أن الحوثيين لم يرتدعوا بعد ولهم يواصلون مهاجمة السفن فقد شن شن ما لا يقل عن 134 هجوما من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين ضد سفن بما في ذلك سفن حربية من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية والولايات المتحدة باستخدام قذائف من طرازات جديدة وعلى الصعيد الداخلي يكثف الحوثيون عملياتهم ضد حكومة اليمن محاولين إحراز تقدم على عدة جبهات كما يقوم الحوثيون بتجنيد أعداد كبيرة من الشباب والأطفال اليمنين والمهاجرين غير النظاميين والمرتزقة من القبائل الإثيوبية والوضع العسكري الداخلي هش وإشعال أي شرار على الصعيد الداخلي أو الخارجي قد يتسبب باستئناف المواجهات العسكرية ويواصل الحوثيون بهدف دعم أنشطتهم العسكرية اعتماد العديد من التدابير غير القانونية لتوليد موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية كما أنهم يستغلون سيطرتهم على قطاع الاتصالات لطلب الأموال العامة لطائراتهم المسيرة التي تشكل القوى الجوية ولقواتهم للدفاع الساحلي وذلك عن طريق إرسال ملايين الرسائل إلى المشتركين في شركات الاتصالات ويستخدم الحوثيون الشبكات مختلفة تعمل في إطار ولايات قضائية متعددة بما في ذلك الشركات الوهمية وشركات الصرافة لتمويل أنشطتهم خاصة من قطاع النفط والغاز النفطي المسال وتستخدم شبكات الحوثيون وثائق مزورة مثل شهادات بلدان المنشأ وتلجأ إلى المناقلة بين السفن وتنشر سفنا تقوم بوقف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن بانتظام أثناء الرحلات لتجنب الكشف عن الموانئ التي تزورها هذه السفن والطرق التي تسلكها أو لتجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش كما لا يزال الحوثيون ضالعين في استخدام عناصر مسلحة على نطاق واسع وبشكل غير قانوني لتجميد أو مصادرة أصول الأفراد والكيانات والاستيلاء على إدارة الشركات والإنخراط على نطاق واسع في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات ومعدات الاتصالات ذات الاستخدام المزدوج والمبيدات الحشرية والأدوية والممتلكات الثقافية اليمنية ولا يزال الأفراد المدرجة أسمعهم بموجب نظام الجزاءات ومن يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم والكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها يتلقون الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى أو يمتلكونها أو يتحكمون فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وكانت فعالية الجزاءات المالية محدودة ويرجع ذلك جزئيا إلى النهج الذي يعتمده المجتمع الدولي للحؤول دون أن تخلف الجزاءات المالية أي أن تخلف الجزاءات المالية أي تأثير سلبي غير مرغوف على الصعيد الإنساني وجزئيا إلى افتقار الحكومة إلى القدرة على تجميد الأصول التي تسيطر عليها فعليا السلطات المعينة التي تسيطر عليها فعليا السلطات المعينة من قبل الحثيين والموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم وكانت هناك عدة محاولات من قبل الحثيين لطباعة أوراق نقدية في الخارج واشتدت تنافس حيث أصدر البنك المركز اليمني في صنعاء عملة معدنية جديدة من فئة مئة ريال في الثلاثين من أذار مارس لعام الفين وأربعة وعشرين ما لبث البنك المركز اليمني في عدن أن أعلن أنها مزيفة وقام البنك المركز اليمني في عدن مؤخرا بإلغاء تراخيص ستة بنوك رائدة في صنعاء وهدد بفصلها عن نظام جمعية الاتصالات المالية بين المصارف على مستوى العالم وهو نظام سويفت وتتولى هذه البنوك إجراء عدد كبير من التحويلات المالية الدولية خاصة نياب عن العديد من الكيانات التي يسيطر عليها الحوثيون وبالتالي فإن الحضر أثر على المصالح الاقتصادية للحوثيين الذين هددوا بعد ذلك بالعودة إلى الحرب وشن هجمات عبر الحدود ضد البنية التحتية الاقتصادية الحيوية في المملكة العربية السعودية كما تعرض منزل محافظة البنك المركزي اليمني بعدن الكائن في صنعاء للهجوم وصادرت المحكمة المعينة من قبل الحوثيين ممتلكاته ومع ذلك وبفضل جهود الوساطة الجادة التي بذلها أصحاب المصلحة في الوقت المناسب قام البنك المركزي اليمني في عدن بسحب أوامر إلغاء التراخيص الصادرة ضد البنوك وتم توقف تصعيد النزاع وتجنب الحرب غير أن ذلك دفع بحكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إبداء مستويات عالية من عدم الرضا عن استجابة المجتمع الدولي ويسلط هذا الحادث الضوء على الكيفية التي يمكن أن تتحول بها مشكلة اقتصادية إلى حرب شاملة مما يؤكد الطابع الهام والملح لمعالجة التحديات الاقتصادية القائمة منذ فترة طويلة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن ويؤكد التفاعل بين المصالح الاقتصادية والصراع على السلطة السياسية والأعمال العسكرية تعقد الوضع في اليمن وخلفت هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر تأثيرا مضاعفا وكان اليمن هو الطرف الأكثر تضررا وأدى الارتفاع الكبير في تكاليف النقل والتأمين إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم كما أن الحضر الذي يستمر الحوثيين في فرضه على تصدير النفط الخام والذي أدى إلى استنفاذ احتياط النقد الأجنبي وخفض قيمة الريال اليمني خلف عواقب سلبية أثرت بشدة على تقديم الخدمات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وقد أدى ذلك إلى اندلاع اهتجاجات منتظمة وارتطرابات عامة ومشاحنات بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة مما هدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد هذا ولا تزال انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان مستمرة خاصة من قبل الحوثيين وتشمل هذه الانتهاكات تنفيذ هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية وأعمال العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والعنف الجنساني بما في ذلك العنف القائم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية وكذلك التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة وهناك العديد من حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وإيصالها وتوزيعها ووردت عدة تقارير عن انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة غالبا ما أدت إلى صدور أحكام بالإعدام وهي أحكام نفذت على ما يبدو لقمع المعارضة وإن الاحتجاز التعسفي من قبل الحثيين للعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين احتجزوا بمعزلنا عن العالم الخارجي والاستيلاء على ممتلكات الجهات الفاعلة في المجال الإنساني أمر مثير للقلق بشكل خاص فهذه الأعمال تعيق تنفيذ الولايات الإنسانية وتعرق الجهود الأمم المتحدة لتعزيز السلام والأمن في اليمن وبالإضافة إلى ذلك فإن تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع يهدد استقرار المجتمع اليمني في المستقبل وآفاق السلام والأمن المستدامين ويستخدم الحثيين المخيمات الصيفية لنشر الكراهية والعنف والتمييز ويواجه العاملون في مجال التعليم الذين يقاومون تسييس النظام التعليمي أعمال انتقامية شديدة تشمل الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وعلى وتأن على ذلك فمن الأمور المثيرة للقلق ما يلاحظ من أن الحوثيون ينتجون الألغام الأرضية محليا حيث يستخدمون آليات تفجير محددة لزيادة احتمال وقوع أضرار بشرية وقد أصبح إبطال مفعول الألغام الأرضية أكثر خطورة بالنسبة لعمال إزالة الألغام لا سيما وأن الحوثيين لا يتبعون خطة تزرع الألغام ويجب معالجة هذه الانتهاكات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية المتشابكة على نحو شامل ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر